موسيقى 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 راو ساعات بركة باش يخرجوه تشوفوا دوترواسوغون ما عم بناش حتى اليوم مجمعه راهو في وانا بلاد راهو في وانا مستشفى رئيس مغمى عليه ما هو واعي ما هو مدرك للوضع ما هو عم باله بالدنيا مسكين قاعدين يقودوا فيه ويتمسخروا ويقولهم او هو اكتب الرسالة او هو عم باله بالوضع وادا كل باش يخنموا به ويسينيوا به رئيسه جماعة امام العالم كامل كل كل قاعدوا يتحكوا علينا في الاخبار تحهم يقولوا يا ناس فيقوا مع رواحكم وش هاد السيد اللي جبتوه وش هاد المهزلة والسلطة هاد يا جماعة كيرا شحتوا وحطت بوتفليقة كانت تقول في بالها بلي هاد الشعب صعي قلبه مات روح درله وش تدرله مسكين مامي شوف فيه خمس سنين الرئيس ميت وما بانش ويخدموا به وعم بالنا كل وطبقة السياسية والبرلمانيين كل عم بالهم بلي السعيد هو ليحكم واخوه هو ليحكم وسيد ميت بس عقل قلبهم مات رمسكتين والاخرين يقولك وش دخني والاخرين يقولك يا بركة فحتى يعني في الخارج يا جماعة قاعدين يشوفوا في هذا الظلم حارو مش في السلطة عاملهم سلطة ديكتاتورية كما الديكتاتوريات الكل في العالم سينورمال هي ترشح وتزيد وتحب الدرح وتعمل هذا عادي هذا الطماعين في الدنيا عادي بس عادي حارو قالك هذا الشعب الجزائري يشوف الظلم كما هذا وساكت الشعب قابل بهذا الظلم كون جاء شعب اسمحولي يعني كما بعض الشعوب في دول الخليج كنا نقوله مع ليش سما معروفين مساكن بالبس عادي شعب الجزائري كان رمز الحق رمز اللي قلبه سخون رمز انه ما يقبلش بالباطل شعب يعني اللي كانت ما يقوله شي كيفارة كان يحلم يجي لهنا يعني بنلسى الموندلة كان يحكي عالشعب الجزائري هما حابين يبينه للعالم بالليسائي هديك الجيل مات هديك الحرارة ماتت رم عفسنا عليهم وراهم قابلين نورمال وعايشين وشفاها والاخر يجيب لك حديث والاخر يجيب لك آية يقول لك نعم لازم نرضاه ولو انه الظلمة وربي دوك يتهله فيهم لا يا اخي ربي بعتلك انبياء ومرسلين ودروس وكتب سماوية باش تعرف تميز الخبيث من الطيب باش توقف وتساند الحق وباش تندد عالباطل وانت تقوله لا يا ربي دير انت خير انا صيبه انا دوك نصلي ونزكي ونصوم وانت برك انصر الحق وحنا خاطينا برك احنا اقول لك ما فهمت والو ما فهمت والو تسمى في الرسالة تسمى الالهية للبشرية ما فهمت فيها والو فهمت انها مجرد حركات وحفظ ايات وكلمات خاطئة ربي ما يسحق لا صلاتك لا صيامك لا زكاتك لا حجك هدي كليك زيادة في اعمالك يحب المواقف تياعك يا جماع يحبك تفهم الرسالة اللي هي ابتلاءات وحياتنا كاملة صراع بين الخير والشر وانت راح توقف مع الخير وحالشر حتشتهد للخير ولا للشر ولا راح تقوله لا خاطيني برك اناني حشيش يا طالبة معيشة شوف انت انت القوي انت العظيم ربي عن باله انه القوي والعظيم وانه الجبار وانه القهار وربي عن باله بكل الصفات والاسماء الحسنة تيه ربي حابك انت وش تعلمت من الله اللي يصوم الدرس اليوم الشباب هدوك اللي يوقفوا ويهزوا لافتا وفهلال العهد الخامسة صحيح يا جماعي باليوم حمشوا راح يغير بس على الاقل قاعد يدافع الشرفت على الجزائر قاعد يدافع الشرفت على الجيل ويقولوا للعالم بللي لا او ما زالوا ناس رفضين هاد المهزلة مازالوا ناس يوقفوا يا جماعي مالقري كل الخطورات اللي كان بس حول الله يواقفين ودي جونكي مبراهيم شوفنا ويخارجين ويعايتو عم بيلكم قادرين يعتقلوهم وقادرين يمنكروا فيهم يديروا فيهم الشر بس صح والله يا خاتي غير صابرين وقعدين يدافعوا على الشرفة على الجزائر اللي ناس اخرين عادوا يدوروا وجههم يقولك الله غالب احنا ما عدناش نقدو ندافعوا على الشرفة على الجزائر هذه هي يا جماعة الحرارة مش لازم يقتلوها فيكم بلك يفقرونا بلك ينفيونا بلك يسودوا الصورة تعنا بلك يتهمونا يقدروا طبعا يقدروا سير بس حاجة يا جماعة ما تقتلوش الحرارة ديك اللي غرستها الأجيال فيكم تع المقاومة تع الجزائري لينكر الباطل نعم قول صح راحين يطلعوا في العهدة الخامسة السير بس كوا عندهم الجيش عندهم العسكر عندهم المال عندهم الإعلام عندهم كلش بس على الأقل أنا نقول نقول بلي ننكر اللهم إن هذا منكر فاشهد أني نكرته العهدة الخامسة منكر نهز ورقة ونقول ما نشني مع العهدة الخامسة وراني ضدها انتم قويين علي يا سيفري انتم عندكم كل الآليات وكل الأجهزة وحتى المال به تشريه وبعض الناس مساكن يلا غالب في سوسيتي عدعك يشير تشريه بس احكينين شباب والله قاعدين يدافوا على الشرفة على الجزائر في عدة مناطق بالشي اللي يقدروا عليه حتى جندي ساعات يبعد تصويره مسكين راك مش كما تصور الريزك اللي يخادوا هدك الجندي باش يكتب التصويره ولا يكتبها في يده رمكون يفيقوا به عدي تربونال ميليتار يو يعدي يامات كحلة والله رو يضيع عمره بس حمال القريسة والله يكتبها ويحطها ويفاصها ويقول يا ربي ما فيقوش بيا باش يدافع على الشرف بالشي اللي بقالوا وان شاء الله كنا نشجعوا بعضانا يا أخاوتي والله غير هذه العصابة راهم زيروا في الزيروا يا أخاوتي راهم ينفيوا ويدخلوا الحبس ويخوفوا هما أوفان زيروا يا أجماعة ربي وفق المهم وما زالوا الفيديوهات والله ما نسكتوا علىها أجماعة كما درنا في العهده الرابعة وما تهمناش النتيجة يا أجماعة النتيجة على ربي سبحانه احنا يهمنا الأسباب اللي نقدموهم يا أجماعة هذا باطل أنا نشتهد عقب ما نقدر إذا ربي يكتب فيه لهنا ما عليش بصع أني الربع يديه ونقول له ونزيد الروح نسب لي دير تصويره ونضحك عليه نقول له وش من الفايدة تدير يا أخي هذا راوي دافع الشرف تعالجيل تعالجزيريين تعاليوم راوي دافع عنده نيف بالشي اللي عنده ضعيف أضحك عليه أنه ضعيف وافتخر بحل وبين سوريا أخوتي كما قلت لكم والله قلبهم عمر وراني مفريني عقد ما نقدر نشكركم وتحية كبيرة لكم ولازم يبقى الشرف تعالجزيريين مرفوع حتى ولو العصابة قوية لازم الشرف ندافع عليها أولا للعهدة الخامسة ربي سهل لكم شكرا